أحببت هنا بإيجاز أن أبين بعض الأمور بالأول أن هذا الشهر هو شهر المغفرة كما قلت هو من المصادر البركة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنا فعلينا أن نستثمرها إلى أقصى ما يمكن لنا من الاستثمار وهذه الأزمان عندما تمر علينا في كل دقيقة وفي كل ثانية هي بالنتيجة أعمال ستعود علينا يوم الأرود يوم القيامة وأي لحظة من اللحظات عندما نفرط فيها فإننا سنندم عليها بإمكاننا أن نجني فيها من البركات الشيء الكثير وبإمكاننا أن نتركها ولا نستفد منها وبالنتيجة سننال الحسرة ولعذب الله يوم القيامة المسارع إلى المغفرة الإلهية الله تبارك وتعالى قل وسارعوا إلى مغفرة من ربك لاحظوا فضلا عن كون هذا مطلب شرعي للإنسان إنما يسارع يحث الخطأ في مقابل التباطئ والتكاسل لا بد أن يسارع إلى شيء فيه فائدة له فيه مغنم كبير فيه آثار تترتب على هذه المسارع القرآن الكريم يقول سارعوا إلى مغفرة من ربك فإذن المسارع تكون لغاية ما هي هذه الغاية الغاية هي المغفرة لاحظوا إخواني فضلا عن أن هذا مطلب شرعي على الإنسان دائما يستغفر الله تبارك وتعالى وفوائد الاستغفار فوائد كثيرة فضلا عن ذلك أن هذا فيه مطلب معرف كبير أن الله تبارك وتعالى يغفر فهو الذي يغفر الذنوب فهو غافر وهو غفور وهو غفار لاحظوا اشتقاقات هذه المفردة في الأدب العربي هناك بعض المفردات تدل على المبالغة على سعة إما تكرر الفعل أو سعة هذا المعنى ونقول الله سبحانه وتعالى غفور كثير الله تعالى كثير المغفرة لعباده الإنسان يذنب ويستغفر الله تعالى يغفر ثم العبد ليسبل أو بآخر يعيد كرة الذنب والعاذ بالله ثم ينتبه وأيضا يعيد كرة الإنابة وطلب المغفرة من الله الله تعالى يغفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة